اشتركوا في القناة وحكينا انو هذيك الحصة كانت حصة شرح اليوم راح نطبق عمليا على هاي القاعدة تقريبا جهزتلكم 32 جملة على قاعدة الكلام المنقول يعني بكل جملة فيه تنوع عن الجملة اللي قبلها بالاضافة انو فيه تنوع بالازمنة وفيه شغلات يعني راح نحولها ممكن ما نحولها بجملة تانية بمعنى اخر هذول الجملة التلاتين راح يكونوا شاملين لكل اشي ان شاء الله هلا فيه انا هنا السؤال اللي هو يعني بيكون موجود احيانا بسؤال الوزارة يعني اللي هو اللي احنا تعودنا عليه اللي هو ري رايت قاعدة الكتابة تأكدوا تماما انو اي شخص بيتقن سؤال ري رايت اللي هو قاعدة الكتابة فهو بيكون قادر على حال سؤال تضع دائرة لانه بالامتحان انت لنطرد ان امتحانك راح يكون 35 دائرة اكيد راح تكون اسألة القواعد من ضمنها هلا بالسؤال انو هو بيعطيك الجملة وانت من الخيارات تتعرف انو هي خلص انو على الكلام المنقول فيك طبعا انت عدفت الاجابة تحول هاي الجملة وبعدها انت تتضع على الخيارات وبتدور على الخيار الصحيح المطابق تماما للجملة اللي انت حولتها اكيد لما ايزا تكون حولت صح الجملة الاولى تبعتنا هي اي جو تو سكول ديلي انا اذهب بالمدرسة يوميا وعين هون هودا سي ذات هودا قالت هلا انا دائما بجملتي لو كان في عندي ضمير بدي احوله هلا كانوا في عندي هون هودا فهذا يعني انو انا جملتي فيها متحدث واحد وهو هودا بالتالي ضمير اي بعود على هودا لما احكي هودا سي ذات فأنا بحكي عن مين بحكي انو هودا قالت هذا فبالتالي أنا هون بالنسبة لضمير اي أنا دائما اتعبدت اني لازم احوله يا اما لشي يا اما لهي هلا كانوا اي هون بعود على هودا وهودا مؤنث فأنا رح احول اي لشي شا هيك رح احط هون شي اذا اي احنا حولناها لشي هلأ دائما أنا بدي أجي أحول الفعل الفعل لعنا هو go وgo verb one دائما حكينا verb one أو verb one مضاف لإلو s أو es يتن تحويله إلى verb two verb two يعني التصريف الثاني من الفعل والverb two من go هو went لذلك بنزل went وهو verb two من go بعد الفعل ما تبقى من جملة عبارة عن to school daily بنزلها مثل ما هي من دون أي تعديل صارت الجملة قالت هودا أنها ذهبت للمدرسة يوميا هون أنا بجملتي حولت الضمير i لشي شي ضمير مؤنث معنا هي حولته لهي لهو شي لأنه أنا المتحدث عندي هو هدى i هي بتعود على هدى تمام وبالنسبة للفعل فعنا الفعل go طبعا go معناها يذهبه هو verb one أو التصريف الأول من الفعل دائما لما أشوف verb one أو verb one مضاف لإلو s أو es بحاوله لفيرب two فصارت go عنا ونت لاحظوا i حولناها للشي وgo حولناها لو انت إذن بجملتي أنا هون عندي بالجملة الأولى عندي فقط تحويلين الأول كان تحويل ضمير والثاني هو تحويل فعل رح ننتقل لجملة رقم اثنين بجملة رقم اثنين في عنا sami visits his grandmother sometimes سامي يزور جدته أحيانا ننتبه إنا في عنا هون علامتين تنصيص وهي أحد العلامات المتعلقة بقاعدة الكلام المنقول وكمان إحنا لقيناها بالجملة الأولى ننتبه فيه هون علامتين تنصيص أو علامتين الاقتباس هلأ بنسبة جملة رقم اثنين محطوط هون she told me هلأ she معناها هي told معناها أخبرة أو تحدثة ومي اللي هي أنا بالتاني أنا هون بجملة عندي متحدثين المتحدث الأول هو she والمتحدث الثاني هو أنا she told me هي أخبرتني تمام؟ هلأ بطلع على جملة السؤال اللي بتبلش به سامي هلأ سامي اسم علام مذكر ما بدي أحوله بدي أخليه مثل ما هو لو حولنا لهي بصير ما في أي مشكلة لكن يعني خلينا نحكي أنه يعني أنه لو أنه أخلني أنا الإسام بيكون أسهلي من أني أنا أروح أحول الضمير يعني أنت بتخافة صمح الله ممكن بالامتحان تخربط بالإسم أو كذا يعني كونه هون أصلا في عندنا متحدثين وبننحط كمان هون ضمير فإنه أنا بالنسبة إلي أنزل الإسم مثل ما هو أفضل لي سواء كان سامي ذات شلدرن بيبول اللي هو الأطفال أو الناس فأنا بنزلها متل ما هي أفضل لإلي وأكثر ارتياحا من إني أنا أروح أحولها لضمير وبالتالي سامي بنزله متل ما هو إذن لغاية لآن أنا ما حولت بس نزلت الفاعل اللي هو بجملتي وهو سامي ها من نسبة للفعل فيزيتس هلا فيزيتس معناها يزور نلاحظ أنه في حرف أس مضاف لإلها وإحنا حكينا أنه التصريف الأول من الفعل بنضيف له أس أو إي أس إذا كان الفاعل مفرد وكونه سامي فاعل مفرد وهو اسم على مذكر أنا هنا ضفت للفعل تبعي أس فبالتالي فيزيتس عبارة عن التصريف الأول من الفعل مضاف لإلها حرف أس وأنا حكيت إذا التصريف الأول كان موجود عندي أو التصريف الأول مضاف لإله أس أو إي أس بحاوله لفيرب تو والفيرب تو أو التصريف الثاني من الفعل فيزيت أو فيزيتس هو فيزيتد وهو فعل منتظام يتم تحويله إلى التصريف الثاني بإضافة إي دي للفعل صارت سامي فيزيت خلينا نكمل الجملة عندنا هون هلا الهز هاي هي ضمير ملكية ما بحولها لاي شيء لانه اصلا هي عادة عسامي وانا نزلت فامي بجملتي مثل ما هو فبحط هون وبكمل الجملة صارت الجملة عنها هي اخبرتني سامي زار جدته احيانا لاحظوا هون سامي خليته مثل ما هو لانه اسم عالم كان موجود عندي الفعل التصريف الاول من الفعل حولته وهي ما تبقى من الجملة نزلتها مثل ما هي ننتبه انه التحويلات تشمل فقط تحويلات الضمائر وتحويلات الازمينة او تحويلات الافعال وتحويلات الظروف طبعا بالنسبة لضمير الملكية فهو بيعود على سامي وانا ما بقدر احويله لأي شي تاني يعني هو خلينا نحكي اخر درجة بالتحويلات ما بيتحول لأي شي كيف بالحصة الماضية حكينا انه بحولها لهاد فعليا انه ما بحولها بخليها مثل ما هي لانه خلص ما في درجة اعلى من هاد يعني هاد هي خلينا نحكي انه اللي هي الدرجة الاخيرة بسلم التحويلات او بسلم الازمينة فما بحولها لأي شي نفس الشي عندي هون اللي هو الضمير هز كونه عاد او عائد على سامي فانا بخنزله مثل ما هو اكيد مع الاشي اللي هو بملكه وهو هز راح ننتقل لجملة رقم 3 بالنسبة لجملة رقم 3 بيحكيلي الطلاب نجحوا في امتحاناتها ننتبه في عنا هون علامتين تنصيص وهي من دلالات او علامات قاعدة الكلام المنقول خلينا ننتبه هون على الكلمات الموضوعة قبل الفراغ اللي انا لازم احل فيه بيحكيلي هلا اي اللي هي انا طولد معناها اخبرة ويو انت اي طولد يو انا اخبيرك ها هو بديو يخبرو بشي بطلع على جملتي حتى ابلش تحويلات كوني انا خلص يعني حفظت التحويلات عينا هون اللي هي الطلاب انا بفضل ينزلها مثل ما هي يعني ممكن انا احولها لذي لكن مثل ما حكيت لكم ممكن بالامتحان اتخذ بتوك انو هون اصلا في عنا متحدثين اللي هي اي المتحدث الاول ويو المتحدث الثاني لذلك انا بفضل دائما انو الاسماء اسماء العالمخية نحكي او اسماء الدول او اي اسم يجا عندي ببداية الجملة وكان عبارة عن فعل ان ازله مثل ما هو ما احاوله لضمير الا للضرورة القصوى وبالتالي اذا ستودنت منزلها مثل ما هي ما بحولها فيني احاولها لذي بس انا مو حابب تمام اللي هي الطلاب بتطلع على جملتي بجملتي على الفعل الفعل عندي ساكسيدد طيب هادا ساكسيدد فيرب 1 وملا فيرب 2 هلا خلينا نحكي هون عن شي مهم كتير هلا ساكسيدد الفعل خلينا نحكي التصريف الاول منه هو ساكسيدد يعني هاي الاد مش موجودة بتكون لكن الفيرب 2 منه اللي هو ساكسيدد لاحظوا انو في عندنا ايدي مضافلة الو بيكون فيرب 2 لو بدي اعرف انو فيرب 3 مفروض يكون في قبل ساكسيدد هاد او هاز او هاد كونو ما في عندي لا هاز ولا هاد هذا يعني انو ساكسيدد فيرب 2 خلص انا هيك انتهيت عرفت انو هو والله فيرب 2 تحويل الفيرب 2 بيكون لفيرب 3 اذا انا هون بحول الفيرب 2 لفيرب 3 بالتالي ساكسيدد هون انا رح انزلها هاد زائد فيرب 3 ليش انا بحول من فيرب 2 لهاد زائد فيرب 3 حتى اعرف انو هو تصريف ثالث من الفعل احنا حكينا كيف ان كاني اميز الافعال المنتظمة و اعرف اذا هي تصريف ثاني او تصريف ثالث من وجود هاز او هاز او هاد بالتالي انا هون بس اجي بدي احول الفيرب 2 لدرجة اقدم منها بحوله لهاد زائد فيرب 3 والفيرب 3 عنا اللي هو ساكسيدد بضل متل ما هو عشان هيك هون بنحط هاد والفيرب 3 عنا بالتالي ساكسيدد بنزله متل ما هو ان ذير اكزامز كمان بنزلها متل ما هي ضمير الملكية ذير هاد انا مش بحاجة اني انا احاوله لانه انا بعرف انه هو بيعود على ستيودانس يعني ما بيعود على شي تاني بالتالي بنزله متل ما هو صارت الجملة عنا اي تولد يو بالفيرب 3 ان ذير اكزامز نزلتها متل ما هي ما فيها اي شي بيستدعي التحويل ممكن في بعض من الطلاب انه لسه ما تعودوا على وضع التحويلات وهي الاشياء لكن البداية هو الموضوع ممكن يكون شوي صعب لكن لما انت تيجي بدك تحل اسئلة بعد ما تحضر الحصة يعني يفترض انت انت على القليل يعني بلشت تمسك طرف الخيط بالحل يعني تقريبا احنا لساتنا عادينا بنمشي درجة درجة بزمن التحويل يعني مثلا اول جملة اخدناها عن الفيرب 1 وتاني جملة اخدنا وهي كمان جملة رقم 3 عن تحويل الفيرب 2 لهات زائد فيرب 3 بنسبة لجملة رقم 4 بيحكي لي امي لا تطهو يوميا وعينا هون بجملة الحل رامي تولد سامي ليهي رامي اخبرة سامي تولد معناها اخبرة ودائما بتيجي مع متحدثين واحد بيحكي لبتاني انا بحكي لك ايش صار معي ممكن احكي لصاحبتي ايش صار معي فبالتالي تولد بيجي معها متحدثين لكن سيد ما بيجي معها متحدثين بيجي معها فقط متحدث واحد خلاني حكي انه شخص بيحكي كذا يعني انا ممكن احكي سلمة سيد ذات انه سلمة قالت كذا ماشي هلأ بالنسبة لجملتي بطلع على الفاعل الفاعل عندي ماي ماذر 70% الفاعل بيجي قبل الفراغ بجمل ضاع دائرة خلينا نحكي لما نيجي نحل على الأزمنة اختار الجواب الصحيح لكن بجملة الكلام المنقول خلاص دائما الفاعل بيجي قبل الفعل يعني هو اللي بيعمل الشي وهو اللي بيقوم بالفعل فبالتالي رح يجي قبل الفعل ماي ماذر اللي هي أمي doesn't cook لم تطحو او لا تطحو دالي يوميا رامي تولت سامي هلأ الماي هاي بدي أعرف أنا عمين بتعود هلأ ضمائر I اللي هي أنا ومي اللي هي خلينا نحكي المفعول به من I اللي هي أنا يعني الضمير اللي بيوقع عليه فعل الفاعل المفعول به وماي اللي هي ضمير الملكية لآي دائما تعود على المتحدث الأول كيف يعني المتحدث أول؟ هسا أنا عندي هون رامي تولت سامي عندي متحدثين رامي تولت سامي رامي أخبرة سامي رامي متحدث أول سامي متحدث ثاني عندي هون بجملة my mother جملة مبلشة بضمير ملكية وهو ماي أنا هون ما بعرف ماي عمين بتعود بتعود على رامي ولا على سامي في أنا هون ملاحظة كتير مهمة ضمائر I والمي والماي تعود على المتحدث الأول دائما راح نشوفها كمان شوي ملاحظة مكتوبة بس هي نوعا ما انه سبقت وقتها خلينا نحكي فماي مي I تعود على المتحدث الأول بجملة المتحدث الأول هو رامي مين الماذر هاي ماذر أم مين أم رامي بجملة السؤال هلا my mother كلياتها فاعل مو تروح تنزل لي ماي لوحدها إنها فاعل لا غلط ضميري الملكية حتى أعتبره فاعل لازم يجي بعدي الشي اللي هو الملكية يعني أنا ما بصير أحكي إنه ماي لوحدها فاعل هذا خطأ أنا بدي ضميري الملكية وبدي معه الشي اللي أنت تملكه اللي هو الملكية لما أحكي my book كتابي my home منزلي my car سيارتي هون في عندي ضمير ملكية والشي اللي أنا ملكته أنا ملكته السيارة أو المنزل أو حتى الهاتف لما أحكي my phone هاي كلياتها أنا ممكن أعتبرها مفعول به أو ممكن كلياتها أعتبرها فاعل فما بصير أعتبر الضميري الملكية لوحده فاعل هذا خطأ أنا بنزل ضميري الملكية مع الشي اللي هو ملكه يعني كيف إحنا بنحكي باللغة العربية مضاف ومضاف إليه هدول بالإنجليزي نفس الشي تماما my mother مضاف ومضاف إليه يعني ما بتفرقوا عن بعض نهائيا باعتبرهم قطعة واحدة يعني my mother كلياتها هون الفاعل بجملة doesn't cook من اللي ما بيطبخ كل يوم ديلي يوميا my mother أمي بالتالي أنا هون باعتبرها كلياتها فاعل عشان هيك أنا بدي أنزلها بجملة كلاتي كونو في عندي هون ضميري الملكية وهي الملكية تعود على رامي ورامي مذكر وانا لازم أحول ضميري الملكية بحول ضميري الملكية لضميري الملكية مناسب بالنسبة للشخص المذكر هلأ رامي ضميري الملكية تبعه هو his عشان هيك بحول my لهز فبنكتب هون his طبعا هاي his هي تحويل my لهز mother بنزلها متل ما هي اللي هي الملكية الشي اللي رامي ملكه وهو أمه doesn't cook هلأ هلأ نشوف doesn't لحالها ما بنأطبع على cook هلأ doesn't أو don't دائما ياتوا الله بنحولهم لا didn't ماشي doesn't هاي أنا بدي أحولها لا didn't كونو نفي بدي أحول doesn't لا didn't بحط لا did كمان نفي فبتتحول doesn't لا didn't هلأ بالنسبة للفعل cook ما بحوله نهائيا بضل متل ما هو أنا بجملتي ما بنصير أحول فعلين وراء بعض من دون ما يكون يفصل بيناتهم فاصلة هلأ نحكي ممكن نقطة أني وأنا بدي أبلو شفنا جديدة أو حتى that rabbit زي when while because after هاي الأشياء بتفصل بين جملتين فأنا هون بقدر أحول فعلين بالجمله ما في أي مشكلة لكن doesn't cook فقط بحول doesn't وكوك ما إلي أي علاقة فيها cook بنزلها متل ما هي هلأ إذا أنتو بتتذكروا يعني بصفوف سابقة كنا نحكي أنا أفعال المودلز دائما بيجي بعديها فعل مجرد وdoesn't أو هي عائلة do doesn't وdon't وdidn't بدو يجي بعديها verb 1 لأنها كمان تعتبر من عائلة المودلز فبالتالي ما بصير أروح أحول الكوك لأنها verb 1 أروح أحولها لكوك لإني أضيف لها إيدي خطأ هاد الشي باللغة الإنجليزية لما يكون في عندي فعل مساعد وورا فعل خلي نحكي كان مجرد أو شو ما كان هاد الفعل ما بصير أحول اتنين سوا يعني في حالات شاذة أنا بحول اتنين مع بعض لكن نادرة جدا يعني لكن أنا هنا doesn't بس بحولها لوحدها وكوك بنزلها مثل ما هي دالي كمان بتنزل مثل ما هي ما عليها أي تحويل ولا أي تغييرات صارت الجملة رامي تولت سامي رامي أخبر سامي his mother أمه didn't cook daily لا تطهو يوميا لاحظوا his mother اللي هي أمه أنا هون عم بحكي عن أم مين بحكي عن أم رامي الماي هون حولتها له his mother اللي هي الملكية الشية اللي رامي بملكه نزلتها مثل ما هي وال doesn't حولتها لا didn't وال cook دلت مثل ما هي ما عملت عليها أي تغيير لأنه ما بصير أحاول doesn't مع الفعل اللي بيجي بعديها فقط أكتفي بتحويل doesn't ممكن أنا أكون بطاول شوية عليكم بحل الجملة لكن إنه يعني إحنا عشان إنه لساتنا بالبداية يعني ممكن آخر عشر جمل أحلهم هيك بسرعة لكن إحنا لساتنا بالبداية أول مرة بنحل الجمل على الكلام المقول نحتاج شوي إنه إحنا نفكر بالجملة اللي أمامنا ونقرأها بتماعون ونحكي عن كل تفصيل بهاي الجملة راح ننتقل لجملة رقم خمسة بالنسبة لجملة رقم خمسة طبعا هون ننتبه في عنا على متين تنصيص قليلا نقرأها بحكي لي هون هدا لم تدرس لامتحانها بشكل جيد وعين هون شي سيد ذات هي قالت عندي هون بجملة متحدث واحد اللي هو شي هلا خلينا نبلش تحويلات بطلع على أول شي بجملتي هلا هدا هون عبارة عن السبجكت وهو الفاعل ممكن أنا أحول هذا الشي لكن حتى أنا أسحر على نفسي كونه أصلا جملة الحل نبلشها بشي ما بدي أحولها أنا مرتاح أني أنا أخريها متل ما هي بإسمها فبنزلها هون هدا هون إحنا ما حولنا هلا بالنسبة لديدنت أنا بعرف وحافظ تحويلات الأفعال إني بحول ديدنت لهادنت زائد فيرب 3 بحول ديدنت هون لهادنت وحكينا زائد فيرب 3 هلا استدي عنا هون هو فيرب 1 أنا مطلوب مني أحوله لفيرب 3 فبحولها لستديد طبعا الفيرب 3 أو الفيرب 2 حتى من الفعل استدي عبارة عن إضافة إيدي للفعل لهو إنه إحنا نحكي عنه فعل منتظم هلا بنرجع هون نراجع شوي قاعدة قديمة أخدناها بالمضارع البسيط دائما أنا لما يسبق حرف الواي حرف ساكن جميع أحرف اللغة الإنجليزية ساكنة ما عدا خمسة حروف هي حروف الأي إذا سبق حرف الواي حرف ساكن تقلب واي إذا آي عند إضافة إي أس للفعل أو عند إضافة إيدي وأنا هون كانوا حرف دي حرف ساكن قلبت الواي لآي على الكلام المنقل والتحويلات هلا إحنا هون حولنا دي دنت لا هدنت وحكينا إنه بيجي بعديها فيربي ثري هلا استدي أنا حولت هلا فيربي ثري هاياتها ضل عندي أكمل الجملة هير إكزام هارد هلا هير هاي ضميري الملكية الخاص بهذا ما بحاوله بيضل مثل ما هو لأنه المتحدث أو خلين نحكي الفاعل ضل عندي مثل ما هو وهو مؤنات لذلك أنا رح أكتفي بضميري الملكية اللي كان موجود أصلا من الأساس بي الجملة وهو ضمير ملكية مؤنات فبنزله مثل ما هو وأكيد الملكية إكزام بتنزل كمان مثل ما هي اللي هي هي هير إكزام هارد كمان بنزلها مثل ما هي صارت الجملة هي قالت هدا هدنت هير إكزام هارد هدا لم تدرس لامتحانها جيدا أو بشكل خلينا نحكي إنه ممتاز أو كان كافي إنها تجيب على ممليحة بالامتحان رح ننتقل لجملة رقم ستة انتقلنا الآن لجملة رقم ستة بيحكي لي هون أصدقائي لم يرسلوا كل البريد حتى الآن يتمعناها هون حتى الآن لاحظوا هال في عنا علامتان التنصيص الخاصة بقاعدة الكلام المنقول عنا هون أحمد سيد ذات قال أحمد هلا هون بدي أطلع على كل إشي موجود بجملة السؤال وأبدأ بالتحويل عندي هون أصدقائي هلأ ماي هو ضمير ملكية دائما بحول ضمير الملكية لضمير مناسب كون ماي تعود على المتحدث الأول هلأ هون ماي فريندز اللي هي أصدقائي أصدقاء مين أصدقاء أحمد هون عنا أحمد سيد ذات أنا هون بدي أحول ماي لهز ليش هز هز هو ضمير ملكية مناسب بالنسبة لأحمد أنا هون بدي أحكي إنه أحمد قال كذا وكذا بدي أحكي عن أصدقاء أحمد ما بدي أحكي عن أصدقائي أنا فبالتالي أنا هون بدي أغير ضمير الملكية من ماي لهز غيرتها من ضمير الملكية الخاص فيي أنا لا الخاص بصديقي في فرق ما بين أحكي ماي فريندز أصدقائي وهز فرينز هون احمد بيحكي عن اصدقائه هو هاي الجملة حكاها احمد انا هون بدي احكي احمد سيد ذاته قال احمد يعني احمد حكا وخلص انا بدي انقل الحكي يلي حكاها احمد فبالتالي بدي احول ماي لهز ليش هز لانه هز ضمير الملكية الخاص بالفاعل المذكر واكيد الملكية اللي هي فرينز بنزلها متل ما هي من دون اي تغييرات نيجي على تحويل الفعل عندي هون هفينت هفينت اللي هي هاف منضاف لها كلمة نط وبعضيها جاي سنت وهو تصريف الثالث من الفعل سنت هلا انا بعرف انه هفينت بحولها لهاد زائد فيرب ثري كانوا هفينت عندي هون منفية كمان انا رح انفيها هاد فرح تصير هادنت زائد فيرب ثري اللي هو سنت هادنت سنت ما تبقى من الجملة all the email yet بنزلها متل ما هي ما عليها اي تغييرات all the email yet صارت الجملة احمد سيدات his friends hadn't sent all the email yet احمد قال ان اصدقائه لم يرسلوا كل البريد حتى الان حولت ماي لضمير ملكي مناسب خاص باحمد وحولت هفينت سنت الى هادنت زائد فيرب ثري اللي هي هادنت زائد سنت طبعا سنت هي تصريف الثالث من الفعل سنت وبالتالي بقيت كما هي رح ننتقل لجملة رقم سبعة انتقلنا لجملة رقم سبعة بيحكي لي هون I am writing a new story now انا اكتب قصة جديدة الان بجملة الحل اللي انا رح اشتغل عليها نور told his brother نور اخبرت اخوها او شقيقها هلا بطلع على كل اشي بجملة السؤال واحد ولا الثاني حتى اشوف شو اللي بده تحويل من اللي ما بده تحويل عندي هون I اتفقت معكم ان I me my تعود على المتحدث الاول بجملتي انا عندي متحدثين نور متحدث اول هز بريدر اخوها متحدث ثاني اتفقت ان I انا me ضمير الملكية الخاص بي انا ومي عفوا مي اللي هو ضمير المفعول به ومي ضمير الملكية تعود على متحدث الاول المتحدث الاول عندي هو نور فبالتالي انا هون I رح احولها لضمير فاعل مناسب كون نور عندي هي الفاعل لانه I تعود على المتحدث الاول والمتحدث الاول انثى يتم تحويل I الى ضمير فاعل مناسب طبعا I انا بحولها لهي او شي كون المتحدث الاول عندي نور وهو مؤنث رح احولها لشي فبنزل هون شي اذا I حطيت ودالها شي او حولتها لشي ام هلا ام فعل انا بعرف اني بحول ام مع as ام و as يتم تحويلها الى واز بالتالي انا ام بدي احولها لواز فبحط هون واز هلا writing الفعل يبقى كما هو من دون اي تحويلات بنزل writing مثل ما هي الجملة A new story رواية او عفوا قصة جديدة كمان بنزلها مثل ما هي هلا now انا بعرف انه معناها الان وكمان حفظت اني بحول now لذن فبحط هون بدل now ثن صارت الجملة نور اخبرت اخوها she was writing a new story ثن هي كتبت قصة جديدة الان لاحظوا حولنا اي لشي حولت اي لشي لانه المتحدث الاول عندي اللي هو مؤنث حولت ام لواز writing بقيت كما هي من دون اي تحويلات a new story بقيت كما هي من دون اي تغيير اما now فتم تحويلها الى then رح ننتقل لجملة رقم 8 بالنسبة لجملة رقم 8 بحكي لي we were eating dinner in the restaurant تناولنا العشاء في المطعم هديل تسامي عفوا هي told مش تو هديل told سامي هديل اخبرات سامي بطلع على جملة السؤال وبحولهم واحدة ورد ثانية عندي we انا بعرف انه we معناها نحن لأ we هون انا بحولها لذي فبنزل بدل we ذي ماشي حولت we لذي طبعا we منفردة يعني لحالها دائما بس نشوفها بحولها لذي حسب قاعدة الكلام المنقول باجي على الفعل where الفعل where بحوله له هاد بن ماشي where تتحول الى هاد بن فبحط بدل where هاد بن هاد بن بدل where eating هاد الفعل يبقى كما هو من دون اي تحويلات فبنزلها بفراغي متل ما هي من دون ما اغير فيها اي حاجة دينار العشاء تبقى كما هي من دون اي تحويل انذر استورانت فى المطعام كما بنزلها متل ما هي دون اي تغيرات صارت الجملة عنا هديل تولت سامي هديل اخبرت سامي they هاد بن هم تناولوا العشاء انذر استورانت فى المطعام ننتبه اني انا حولت we دادي دادايما لما اشوف we بحولها لدي لها بس تحويل واحد مش زي I او يؤنوا لها التفرعات والwhere حولناها لhad been لما اشوفهم بقاعدة الكلامة منقول بحولهم لhad been والأي تنك بتضل متل ما هي ما بعمل فيها اي شي العشاء في المطع نزلتها متل ما هي بجملة هي من دون اي تغييرات رح ننتقل لجملة رقم 9 بالنسبة لجملة رقم 9 بيحكي لي هون سلطان has read my new novel already سلطان قرأ روايتي سابقا already معناها سابقا ونوفل معناها رواية I told my sister اخبرتو اختي انا هون بجملة عندي متحدثين بتطلع على جملة السؤال بشوفهم واحد ولا تاني حتى اعرف شو بدي احول بالضبط عندي هون سلطان هلأ سلطانة بجملة السؤال هو الفاعل كيف اعرفت انه الفاعل لانه ايجا بعدي has read لهو الفعل وبالتالي الفاعل يسبق الفعل هلأ سلطان هاد انا ما بدي احاوله بدي انازله متل ما هو تمام هلأ has read ها اخيان اول اشي بهاز ونترك شوية read هلأ الhas دائما بحولها لهاد ماشي بحول has او have الى هاد فبحط هون هاد زائد التصريف الثالث من الفعل هلأ read هو كمان التصريف الثالث منرفع لانه اصلا هاز كمان بيجي بعديها verb 3 والverb 3 عندي هون جاهز بالسؤال فبنزله متل ما هو بجملتي my هلأ هاي my بتعود على المتحدث الاول فبالتالي انه هون بتطالع على المحدث على عفوا المتحدث الاول المتحدث الاول بجملتي هو i i انا هون انا اللي بدي احكي i told my sister اخبرت شقيقتي هلأ الماي هاي هي اصلا ضمير ملكية خاص بi فبالتالي ما رح احولها لأي شي تمام بنزلها متل ما هي ليش نزلتها متل ما هي لانها تعود على المتحدث الاول سواء i او me او my تعود على المتحدث الاول ومتحدث الاول عندي هو i انا ضمير الملكية الخاص بi هو my ماشي فبنزل my متل ما هي new novel كمان بنزلها متل ما هي already سابقا كمان تنزل كما هي دون اي تغييرات صالت الجملة i told my sister اخبرت شقيقتي سلطان had read my novel already سلطان قرأ روايتي الجديدة سابقا ماشي هلا بالنسبة لجملة رقم 10 بيحكي لي هون people used their mobile phones 10 years ago experts said that هلا people used their mobile phones الناس استخدمت او استخدموا اجهزتهم الخلوية او الهواتف انه قال 10 years ago لقبل 10 سنوات او قبل الخبراء نحن نحن نحفظ معنا هل انها رح تتكرر معنا شوي في القطاع expert say that الخبراء قالوا بتطلع على جملة السؤال كلمة كلمة حتى احول كل شي بده تحويل هلا people انا بدي انا ازلها متل ما هي دون اي تغييرات ماشي هلا used التصريف الثاني من الفعل كيف عرفت انه التصريف الثاني من الفعل ما سبق used لا has ولا have ولا had فبالتالي هي تصريف الثاني من الفعل بحول التصريف الثاني لا had زائد برب 3 فبحول used الى had used their mobile phones هلا their اصلا ضمير الملكية الخاص ببيبل وهون اصلا ببيبل نزلت متل ما هي بالجملة فبعشان هيك ضمير الملكية عندي بظل متل ما هو دون اي تغييرات اكيد الملكية mobile phones كمان بحولها عفوا تبقى كما هي دون اي تحويلات 10 years كمان بحولها وانا باعرف انو الgo يتم تحويلها الى before افهم اس بدي اكتب هون before صارت الجملة عنا اكسبرت say that الخبراء قالوا people had used their phones ten years before استخدم الناس هواتفهم لمدة عشر سنوات طبعا احنا هون انسينا كلمة موبايل هي مفروض انو people had used their mobile phones ten years before استخدم الناس هواتفهم انه قالوا لمدة عشر سنوات رح ننتقل لجملة رقم 11 بنسبة لجملة رقم 11 بيحكي لي بجملة عندي في علمتين اقتباس وهي احد الادلة الخاصة بقاعدة الكلام المنقول عندي هون متحدث ثاني متحدث اول جاد والثاني مونة بتطلع على جملة السؤال كلمة كلمة حتى احول المطلوب تحويله عندي هون هدى وهي اسم علمه انه تبقى كما هي من دون اي تحويلات طبعا انا رح اصير شوي امشي اسرع بالحل لانه رح هيك لو بدي يعني اعود اشرح بالتفصيل رح يكون الوقت كثير طوي بالنسبة للحصة واول عشر جمل يعني احنا شرحنا بما فيه الكفاية والمفروض ان احنا شوي بلشنا نتعود اذا هدى عفوا هنا انه لازم ضلت كابتل هدى ضلت متل ما هي ما حولناها هلا واز حكينا ان الواز او الوير يتنتح ويلها الى هاد من فبحول واز الى هاد من طبعا الفعل ريدنج بخليه متل ما هو ما بحوله ابيوتيفول بوك كمان بخليها متل ما هي ما بحولها هلا بالنسبة لون هلا وين عبارة عن اداة ربط اداة ربط بتخليني احول شقين الجملة هلا وين هي خلينا ننزلها طبعا شي تعود على هدى وهي ضمير فعل كمان بخليها متل ما هي ما بحولها لاني انا هون بحكي عن هدى في عنا كمان الفعل اللي هو ويتد ده هلا ويتد فيرب 2 لازم احول الفيرب 2 لهاد زائد فيرب 3 فبحط هون قبل ويتد هاد وبنزل الويتد كما هي فبتصير هاد ويتد وعنا هون هير سستر اللي هي اختها طبعا هير ضمير ملكية خاص بهودا بخليه متل ما هو ما بحاوله فبنحط هون هير سستر صارت الجملة جاد تولد مونة هودا هاد بن ريدنج ابيوتيفول بوك وين شي هاد ويتد هير سسترد جاد تولد مونة جاد اخبر مونة هودا هاد بن ريدنج ابيوتيفول بوك هودا قرأت كتاب جميل وين شي هاد ويتد هير سستر عندما انتظرت اختها هلا احنا هون ليش حولنا شقين الجملة لانه في عندي وين وهي اذا تربط بتجبرني اني انا احول شقين الجملة هون حولت انا واز لهاد بن ريدنج بالظلمة المهية ما بحاولها ابيوتيفول بوك نفس الشي ما بحاولها وين بنزلها كما هي لانها ذات ربط عنا شي ويتد هير سستر حولت ويتد لهاد بن افوان اللي هي لهاد ويتد حولنا ويتد لانها فيرب 2 الى فيرب 3 هاد زائد فيرب 3 صارت عنا هودا هاد بن ريدنج ابيوتيفول بوك وين شي هاد ويتد هير سستر قرأت هودا كتاب جميل عندما انتظرت اختها رح ننتقل لجملة رقم 12 بيحكي لي هون احمد هاد ابانك احمد يمتلك بنك وعندي هون سامي سين ذاتة قال سامي هاد النوع من هاي الجمل هو شوي انه بيخلي الطلاب يعقو ماشي هلا ما في يعني نسبة كبيرة من الطلاب بتميز هون اذا هاد فعل رئيسي او فعل مساعد تمام هلا دائما حتى اعرف الافعال المساعدة اذا وردت بالجملة هل هي افعال مساعدة ام انها فعل رئيسي هلا دائما بالنسبة للافعال المساعدة لازم يجي بعديها فعل يعني انا بجملة لازم يكون في عندي فعلين حتى اعتبر انه هاد فعل مساعد هلا بجملة رقم 12 عندي احمد هاد ابانك بتطلع بجملة يبلاقي بس في عندي فعل وحيد وهو هاد بتطلع الاشي يلي ايجا بعد هاد هل ايجا بعديها فعل لا ايجا بعديها ابانك وبانك معناها اسم عفوا معناها بنك وهي اسم مش فعل بالتالي هاد هون عبارة عن فيرب 2 تصريف ثاني من الفعل هاد ماشي انا بعرف انه هاد وهاز التصريف الاول هاد التصريف الثاني وهاد ايضا التصريف الثالثة كيف عرفت انه هاد يلي امامي ليست فعل مساعد وانما تصريف ثاني لانه ما ايجا بعديها فعل لو ايجا بعدي هاد فعل كان اعتبرتها فعل رئيسي وما حولتها لكن ما ايجا بعديها فعل فبالتالي هون هاد فيرب 2 انا بعرف اني بحول الفيرب 2 لهاد زائد فيرب 3 بنزل الهاد تبعة التحويل باجي على الفعل هاد شو التصريف الثالث من الفعل هاد هاد بنزلها كمان مثل ما هي هاد هاد ابانك هلا الجملة عنا سامي سيد ذات نسينا احنا هون نزل الفاعل اللي هو احمد عرفون منكم الجملة عنا سامي سيد ذات سامي قال احمد هاد هاد ابانكة احمد يمتلك بنكة هاد الاولى خاصة بقاعدة التحويل انا بعرف اني بحول من فيرب 2 لهاد زائد فيرب 3 ماشي ماشي وهاد الثانية هي الفيرب 3 من هاد اذا هاد الاولى هي الخاصة بقاعدة التحويل وهاد الثانية هي التصريف الثالث من الفعل هاد فالجملة عندي سامي سيد ذات احمد هاد هاد ابانكة سامي قال احمد يمتلك بنك فانا هاد الاولى عندي خاصة بقاعدة التحويل هاد زائد فيرب 3 وهاد الثانية خاصة بالتصريف الثالث من الفعل هاد بعتذر جدا منكم على الازعاج يلي اجا باخر الحصة لكن احنا هاد الشي مش باردتنا رح نكمل الحصة الجاي ان شاء الله حل الحصص بيكون كمان هاد الازعاج مش موجود ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحكوا لاصحابكم عنها رب يعطيكم الصحة والعافية حسنا ترجمة نانسي قنقر